سيد عادل درويش أجدد لك التحية بداية كيف يمكن أن تعلق على هذا التقدم البريطاني على حتى الحلفاء الأوروبيين في مسألة الدعم العسكري السخي كما يصف البعض وتصف بعض وسائل الإعلام البريطانية والغربية المقدم للجانب الأوكراني وهل من شأنه أن يضعف قدرات بريطانيا العسكرية وماذا عن ما تعانيها المملكة المتحدة في الداخل البريطاني إلى من يمكن أن نشير يعني هل تجد بأن الأولوية الآن هو دعم الجانب الأوكراني أم أن الأولوية معالجة الأزمات الداخلية في بريطانيا هذه الأربعة وخمسة سئلة بالنسبة لوضعنا هنا في بريطانيا بريطانيا وضع خاص لأن حتى قبل الأزمة الأوكرانية حصل اعتداء على السيادة البريطانية عشرة المملكة المتحدة حصل أن الروس من يمكن حوال 15-15 سنة اغتالوا واحد هنا بالتسمم النووي وبعدين حصل محاولة اغتيال ناس بسلاح كماوي هنا يمكن أن نقول أن خلفية حرب الجواسيس بين بريطانيا وروسيا لها أثر على ذلك ما كانتش حرب الجواسيس يعني يعني فيه كمان إشارة إلى مسألة حرب الجواسيس ومسألة تصفية سكريبال ومحاولة اغتيال سكريبال من جهة أخرى يعني يبدو أنه فيه مسائل عالقة كثيرة بين بريطانيا وروسيا ولكن أريد أن أسأل تحديدا عن مسألة الأولوية يعني من وجهة نظرك ألا يعاني المواطن البريطاني من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها بريطانيا وهذا الدعم السخي من سيدفع ثمنه سيد عادل من فضلك آخر استطلاع للرأي 42% من البريطانيين قالوا أنهم مع زيارة العقوبات الاقتصادية على روسيا ويستمرار دعم أوكرانيا 42% بالنسبة مساوية بالضبط بقالة أنهم يعني لا نريد التعرض أكتر مع أوكرانيا في هذا الموضوع وبالتالي ده بيسيب حوالي 8% مش مقررين رأيهم فالنسبة متساعدة وهذه النسبة بالمناسبة الحكومة ممكن تعيش معها عشية انتخابات الانتخابات هتكون في آخر السنة اللي جاية ده مسألة المسألة التانية أن هناك رأي استراتيجي بضرورة الإسراء بتوجيه دعم للأوكرانيين بحيث بكونهم على الأقل تحسين مواقفهم على الأرض استعدادا لمفاوضات تسوية أو على الأقل بسرعة لأنه لم يحسم الأمر بسرعة ستنتهي مسألة أو زيارة الرأي العام اللي هو بيدعم مسعارة الوكراني فيها مسألة التوقيت وده اللي خل جلينسكي يسرع بهذه الجولة خاصة المشاكل اللي شافها مثلا في إيطاليا وفوصة الأوروبا النقطة الأخيرة اللي عايز تفضل وضفها هنا في هذا الأمر أنه التأخذ هي مسألة سياسية أكثر منها عملية لأن حتى لو في تدريب للطهارين لكننا ما عندناش الـ F-16 اللي ممكن الإلكترونيين يفتوها في مسألة التدريب على أطخم تشغيل الطائرات اللي هي درونز بدون طيار والطائرات والكروز ميسايلز اللي عليها دي مسألة حتى تأخذ وقت متكلموا مش على نتحدث عن أشهر يعني بأنه حتى هذا اللغم المضاد يمكن أن يتأخر هي إشارة سياسية أكثر من عسكرية عملية على الأرض